اشتركوا في القناة على كل حال بعد حصولي على شهادة الباكالوريا بدأت الإمكانيات تحسن لأصبح لدينا سكن في المدينة ثم انتقلت إلى الجزائر العاصمة أكملت دراستي هناك على كل حال بجامعة الجزائر ثلاثة حيث تحصلت فيها على شهادة الماستر ثم أكملت دراستي في إطار تعاون الدول بين الجزائر وتونس والآن رأني سنة ثالثة دكتورة وأدرس بجامعة محمد صديق بن يحيا ثم بعد إكمال دراستي تذكرت المعاناة التي مررت بها وقلت لابد علي أن أترك بصمة في المجتمع الفتاح قدر ليس أستاذ جامعي فقط بل ناشط جمعوي وناشط جمعوي متمرس في العديد من الجمعيات سواء كانت الجمعيات الثقافية أو الجمعيات الخيرية وعضو فعال خاصة مثلاً عندما نضرب المثال مثلاً جائحة كورونا التي ضربت البلاد بالفتاح قدر قدام الأكسيجين للمستشفيات قدام العديد من الطرود الغدائية للمواطنين كذلك الأدوية ومختلفة جهاز طبية كان حاضراً دائماً في الأمور التي تخدم البلاد والعباد